يعني هل يقدر عالم ما بعد كورونا والذي كان يظن أنه سيتعافى من أثار ذلك الركود الذي دم على الأقل سنتين أن يتعايش اليوم بشكل طبيعي أو على الأقل بخسائر غير كبيرة مع ارتفاع كبير في أسعار القمح وأسعار الطاقة كما تفضلت نحن كنا نشهد فترة تعافي من وباء كورونا إلى حد ما في الشهور السابقة فيما بعد اللقاح ولكن بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا هناك كما ذكرت ارتفاع في أسعار القمح الطاقة ساس التوريد هناك مخاطر فيما يتعلق بالمواجهة المفتوحة ما بين الناتو وروسيا لديها نعجسات على السهندات الدولية على البوستات وأسواق المال وبالتالي نحن في أزمة مركبة الدول النامية الموجودة في الجنوب الدولي هي الدول التي ستعاني بشكل كبير بالفعل بدأنا نشهد مؤشرات وتحيير الخروج الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية بالدولار واليورو من الدول النشأة وبالتالي هي أزمة صعبة كبيرة لن يتحملها الاقتصاد الدولي في هذه السنة في عام 2022 إلى أي مدى يمكن المجموعة الغربية التي تعاقب روسيا بالطراد وبدون توقف وتدعو ويدعو قادتها كل مرة إلى رفع العقوبات أكثر فأكثر أن تتحمل الأثار العكسية لهذه العقوبات خصوصا أن جيب المواطن الغربي مبدئيا وبتأكيد في المناطق الأقل حظا سيتأثر بشكل مباشر لاحقا أحدثك اليوم من واشنطن وهناك حالة غليان في واشنطن وفي مدن الأمريكية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة يعني أسعار البنزين الوقود الكهرباء وبالتالي هذا تأثير على المواطن الغربي والأمريكي والأوروبي بشكل كبير وبالتالي هناك ضرر واقع ولكن هل هذا ضرر يقارن بالضرر الذي سوف يلحق بمواطن الدول الاقتصاديات النشأة والفقيرة بالطبع لا تلك الاقتصاديات سوف تعاني بشكل كبير بسبب التراب في سلسل التوريد في عدم توفر القمح ارتفاع باهظ في أسعار الطاقة الدول الغربية تريد معاقبة روسيا كما ذكرت لأن ما حدث في أوكرانيا هو يمثل خرق لخطوط حمراء غربية وأمريكية وبالتالي يجب معاقبة روسيا بشكل كبير حتى وإذا يعني ذلك ضرر على مصطحة المواطن الغربي وعلى الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة الأمريكية تقول ذلك بشكل واضح أنه رئيس بايلي نقول أن هذا هو السمن الذي تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل إغضاع روسيا ومعاقباتها على ما فعلته في أوكرانيا في المقابل هل يمكن إيجاد بداء للطاقة يمكن أن تحد من هذا الأثر العكسي ليس على المدى القريب في المدى القريب سوف نشهد اضطراب في أسعار الطاقة نحن اليوم نشهد أسعار الطاقة تتجاوز 130 دولار للبرميل ولا نعلم إذا كان هناك توقف أو على الأل حد أو سترى على هذا الاتفاع ملأة كافة البداية الخاصة بتوفير وقود أحفوري ليست وضحة المعالم سواء التفاهمات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا وفنزويلا تحت العقابات الأمريكية ويبدو أن هناك نعم أنواع التفاهمات ولكن لا نعلم متى سوف يكون النفط الفنزويلي متاح في الزوق الدولي أيضا نحن الآن في خضم مفاوضات الأمريكية مع إيران فيما تعلق بالنمجها النووي وهذا ما يعني أيضا من توفر النفط الإيراني وحوالي مليون برميل للنفط للإقتصاد العالمي ولكن حتى إذا تم إقرار هذه الاتفاقية سوف نأخذ عدد من الشهور على الأقل خمس أو ستة شهور وبالتالي حتى على المدى القريب لا يوجد بدائل واضحة وهذا هو سبب رئيسي في هذا الارتفاع الصعب في أسعار الطاقة دولية على المدى الطويل ما حدث يدفع في اتجاه الطاقة النظيفة الطاقة البعيدة عن الوقود الأحفوري لأن هذا نوع من أنواع الأمن القومي للدول يجنبها هذه المخاطر الجيوسياسية هل تتوقع أن نظرة الدول التي تواجه أوروبا الغرب بصفة عامة وفي رأسه الولايات المتحدة لهذه الحرب على أنها ستكون قصيرة المدى وبالتالي يمكن دفع تكاليفها سواء من ارتفاع صعار الطاقة أو الحبوب أو الأثر العكسي للعقوبات أم أنهم يرون أنهم مستعدون لتحمل الفاتورة مهما طال أمد المواجهة وليس بتوقع أن تكون مواجهة قصيرة أخشى ما أخشى وأن يكون الغرب يتعامل مع هذه الأزمة باعتبرها أزمة طوية الأمد حرب استنزاف طوية الأمد وهذا يعني كلفة باهظة وعلى الغرب وعلى حلفاء الغرب التعامل مع تلك الكلفة الباهظة في مقابل إغضاء روسيا ومعاقبتها ومعاقبة حلفاءها على الأحداث الماضية وبالتالي يبدو أن التقطيط الغربي والمفاكرين الغربيين الآن في تعامل مع تلت الحرب أعتبر حرب طوية الأمد حرب استنزاف لديها فطورة عليها شكرا جزيلا محمد سليمان البحث في الاقتصاد الدولي في جماعة جورج تاون كنت معنا من واشنطن